موسيقى وبترس كمان شو اللي بيعلقوا بيسوع شو اللي بيربطوا بيسوع شو اللي بيخليه ما يترك يسوع من وقت يلي يسوع أعلن جسدي مأكلوا نخطا دمي مشربوا نخطا كتير من الناس تركوا حتى من تلميزوا شو عم بيحكي هذا الكلام اللي عم بيقولوا ما بينطاق لايكوا شو مهم الكلام اللي عم بيقولوا ما بينطاق من يطيقوا سماعه وبالله شو يفلوا ويسوع ما ترجى حدا وتطلع بالرسل وقال لهم انتو كمان اذا بدكن فيكن تفلوا وانا وياكن خلينا نتأمل بجواب بطرس الى من نذهب يا رب وكلام وكلام الحياة الابدية عندك ونحن نعرف وآمننا انك قدوص الله غريب الى من نذهب يا رب وكلام الحياة الابدية عندك هذا الكلام يلي اليهود وحتى بعض تلميز يسوع شافوا فيه كلام لا يطاق شافوا بطرس كلام حياة رغم انه ما فهم منه شي كتير شافوا كلام حياة لثقته بذك الذي هو الكلمة الى من نذهب يا رب وكلام الحياة الابدية عندك ما في كلمة غير هاي الكلمة اللي هيجي انت ما في كلمة غير الكلمة اللي بتقولها انت كل الكلام الباقي منه كلام من هيك فيش رائع بهيدا الموقف طبع بطرس رائع جدا ما اعتبره الناس لا يطاق اعتبره هو حياة دعوا تفكر شوية انا وياكم هل يطاق الصريب ولكن لا خلاصة بدون الصريب هل يطاق الموت لكن الموت هو طريق الى القيامة هل يترى القصة قصة يطاق او لا يطاق او القصة الصد تكلم الله فلماذا اخاف هو الله معك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة